تحتياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوان بالتعاون مع برشلونة نيوز عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها طبعا اليوم نعرف أنه في نهاية الكأس وبالعادي سيلفي برشلونة بتيجي بعد المباريات لكن اليوم بما أنه كأس وأنا ما بصور بعد الكأس قلت خليني أعمل حلقة استباقية لتكلم فيها عن رونالد كومن قبل يومين صحف كتارونية طلعت فيها خبر لابورتا مش كثير واثق بكومن ولسه ما قرر بقاء كومن وكلام كثير كلام بدأ أوقف معاه وأقول بغض النظر شو حيصير الليلة ليش بالمنطق الكراوي كومن لازم ياخد موسم تاني يعني حندخل بتفاصيل كثير بس خليني بدأ بجزء الأول الجزء اللي تكلموا فيه أنه لابورتا حيشتغل مع عليماني أكتر بسوق الانتقالات مش مع كومن وكأنه هذا التشكيك بكومن لا هذا الوضع الطبيعي ببرشلونة من زمان من أول ما إجي لابورتا لليوم وهي نفس الفكرة المدرب في برشلونة عمره ما كان عنده صلاحيات كبيرة بسوق الانتقالات لا فالفيردي ولا حتى غورديولا غورديولا نفسه لما رحل كان فيه تلميحات فيه كتب وسير ذاتية لإله أنه الرجل كان مذائق شوي أنه بعض اللاعبين كان يتم إجباره على بيعهم بشكل أو بآخر يحطوه أمام خيارين أحلاهما مر فيضطر يختار الخيار الأقل سوءا فما في مدرب إجعى برشلونة كان عنده صلاحية انتقالات فهذا مش جديد عكومن مش تشكيك بكومن هذا هو برشلونة لمستوى أنه أنا مقتنع أنه جزء كبير من فلسفة جلب مدربين مش مشهورين وأسماء كبيرة وجاهزين مية في المية أنه المدربين اللي بصيروا جاهزين وبصيروا ناجحين جدا لهم كلمة عالية بسوق الانتقالات فدأمل بجيب مدربين مختلفين أقل شوي وبرشلونة حلم بالنسبة لهم فبالتالي بتنازلوا عن جزء من صلاحيتهم هذا الجزء الأول الجزء الثاني شو عمل كومن من أول يوم إجافيه لليوم ولو خسري الكأس اليوم كومن عمل الآتي قبل فترة نشرت تغريدة من معهد CIES وبتكلم فيها أنه برشلونة هو أكثر نادي في إسبانيا استخدم دقائق لعب للاعبين عمرهم تحت 21 سنة وهو واحد من أهم الأندي في أوروبا في هذا الترتيب 15% من دقائق لفريق الأول بتروح للاعبين تحت 21 سنة شو معناها؟ معناها ببساطة كومن بدأ عملية إحلال وتبديل في دماء الفريق أسماء جديدة شابة طموحة عم برفع قيمتها وعم برفع خبرتها ربما الوجه الأبرز بدري اللاعب اللي الآن بدأت تتكلم ب60 مليون في سعره بسهولة واللعب اللي أصبح مهم جدا بالفريق واللعب اللي خاد مباريات كبيرة بالفريق وعم تسقل شخصيته ربما بعض المباريات المهمة زي سان جيرمان زي الكلاسيكو ظهر شوي بده بس هذي المباريات اللي بتصنع شخصية اللاعب لما يعاني بتطور وعندك كتير لعبين بتحت 21 سنة بهذا الفريق 15% من دقائق اللاعب وهذا معناه بدأ شئ للمستقبل شئ حيتذكروه الناس هذا الجزء الأول الجزء الثاني اللاعبين اللي تم شراءهم بالماضي ديمبلي دي يونج إغريزمن مع ديمبلي لحد لأنهم مش قادر يخليه يعطي ديمبلي اللي كانت الناس متوقع يعوض نيمار لأنه فعليا بمستوى وموهبته مش هيكون نيمار لكنه قدر يحول ديمبلي للاعب مفيد قدر يستعيد انضباط ديمبلي خارج الملعب فاللاعب انضبط سلوكه تحسن مشاكله قلة وهذا كله بالأخير فائد لبرشلونة سواء كمل اللاعب باللعب أصبح مفيد في كثير مواقف أو لو باعوا فحيبيعوا بسعر أفضل مما يبيعوا لاعب ما بيجي يتدرب ولاعب دائما مصاب بنفس الوقت أصبح دي يونج الآن لاعب مهم جدا في برشلونة أحد أهم ثلاث لعب في تشكيلة برشلونة فنيا لاعب بشيل برشلونة للهجوم وللدفاع لاعب مهم للغاية طلع شيء من دي يونج آيكس اللاعب اللي ممكن تقول هذا خط وسطي لخمسة وعشر سنين لقدام هذي فائدة جريزمان مشكلته أكثر تتعلق بمركزه تتعلق أنه جريزمان مرتاح أكثر في منطقة لعب بلعب فيها ميسي ومع ذلك عمل شوية تحسن في الموضوع بس طبعا تحسن مش مثالي وأعتقد مسألتي جريزمان يعني مش هو اللي يلام عليها يلام عليها المدربين السابقين لأنه جاء بعدما جريزمان كان داخل بنوع من مشكلة الثقة هذا نجاح ثاني بس النجاح الثالث هو الأهم استعاد شيء من شخصية برشلونة ما استعاد رهبة برشلونة 100% اللي كانت الناس كلها تخاف منه لا بس استعاد شيء من رهبته موقع سان جيرمان مباراة شبيديا لرومونتادا الكلاسيكو بالشوت الثاني شيء من شخصية برشلونة في فريق بيضغطك فريق بيضغطك من منطقتك فريق بيخلق عليك كمية فرص هائلة استعاد شيء أخذ خطوة بالعلاج من اللي ينصاب فيه الفريق من يوم رومونتادا روما لليوم فأصبح الفريق عم بتعالج نفسيا خلينا نسميها وعم بتحسن جزء من مشاكل برشلونة في فترة أخيرة كانت اهتزاس شخصيته هو عالج الشخصية وعلى المستوى الفني الفريق صار أفضل الفريق صار في كل مباراة تقريبا عم بيخلق عدد فرص أكبر وبنعرف أنه عنده مراكز معينة محتاج فيها جودة هو محتاج لعبين فيها وبنعرف أنه لو كان عنده هداف فعليا في هذا الموسم لربما كان الفريق متصدر الدولة فبالتالي برغم كل المشاكل اللي إيجا فيها إدارة تغيرت ومسي كان دي يطلع وكل هالمشاكل اللي وصل معها وثمانية اثنين من بار منها يقدر الرجل ياخد الخطوة هادئة للفريق ويوصله لهذا هذا الشيء ممتاز بيقول بيخليه يستحق فرصة ثانية بموسم ثاني بس انتبه لما أقول يستحق فرصة ثانية بموسم ثاني ما معنىها عم بقول أنه رح ينجح لأنه فعليا في شيء بيخوف في كومن كومن كل المباريات الكبيرة المهمة الحاسمة ما فيها إشبيليا بالكأس وخرج في الذهاب فعليا بالإياب كانت لحظة وبيطلع ريال مدريد الكلاسيكو هفوات شوط الأول دفع ثمنها بريسان جيرمن الذهاب دفع ثمنه مازال عنده أخطاء في اللحظات الحاسمة أو اللي بيسموها القطعة الناقصة يعني آخر قطعة بغلط هل يتعلم والموسم الثاني يعالجها إذن حيجيب ألقاب هل معالجهاش إذن المدرب الموسم الثاني حالين قال بس اللي أنا بقوله أنه أخذ خطوات في ظل ظروف معينة بتبرر ياخد فرصة ثانية لأنك ممكن تجيب مدرب ثاني وما يعمل هاي الخطوات أصلا فالأفضل أنك تراهن على الشخص اللي قطع معك أشواط وضعين له الشوط أو زي ما حكيت القطعة النقصة ببعض المباريات المهمة ونفترض أنه تعلم الآن فيها فممكن تكون من هون بدائية عودة فريق الألقاب تجربة تكومن بتذكرني كانت بتخلط كتير تجربة تكومن بالنسبة للابورتا ربما بعقله ريكارد ريكارد أخذ خطوات في الموسم الأول موسم الثاني بدأ يتتوج والموسم الثالث جاب لور الأبطال وكومن أخذ خطوات فهل الموسم الثاني حيدعموه بلاعبين بده هدف وبده ظهير أيصر ينافس ألبه لأنه ألبه في مباريات الكبيرة فعلا صار يخوفك وبدك أكمل لعب إضافة أثنين ثلاثة وأعتقد الفريق حيكون بوضع ممتاز جدا مع كومن إذا تعلم من أخطاء الماضي برجع أحكي بيستحق فرصة ثانية مية في المية استحقاقه فرصة ثانية لا يعني نجاحه المؤكد بالفرصة الثانية لا يعني أنا قلت يستحق هل يفوض ينجح ولا لا هذا الموضوع بإيده أنه يتعلم من أخطاء الماضي الشيء الوحيد بس اللي ممكن يقنعني أنه كومن يطلع ويأتي مدرب بداله يكون اللي جاي نوصل هنا تحلقة سيفي برشارونا كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام مضروري جدا اتابعني على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله